توجه وزير الموارد المائية والري هاني سويلم لمحافظة بني سويف لتفقد حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ومخرات السيول بالمحافظة ووجه سويلم بعدة دراسة جامع مخرات السيول والأودية على مستوى الجمهورية من حيث القدرة الاستعابية لمنشآت الحماية والزمن التكراري بما يضمن جاهزية منظومة الحماية من السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول حال حدوثها كما وجه وزير الري بحصل حالات التعديات على كافة المخرات وأحواض التجميع الخاصة بها بكافة المحافظات المعارضة للسيول وكذا التوجه المشدد لكافة إدارات الري نحو سرعة تفعيل الإجراءات القانونية لذا زالت هذه التعديات بشكل فوري وتحصل الغرامات المقررة لصرقة وتبديد المياه